قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي واجب العزاء في وفاة المرحومة بخيت خليفة بن حليس والدة كل من مبارك وعبد الله سلطان الجتال فقد قام سموه بزيارة إلى خيمة العزاء في منطقة العوير صباح اليوم حيث قدم صادقة عزيه ومواساته إلى أنجالي وذوي المغفور لها بخيت بن حليس راجيا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جنانه إنا لله وإنا إليه راجعون من جهته قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة واجب العزاء في وفاة المرحومة بخيت خليفة بن حليس راجيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه ترجمة نانسي قنقر